مساء الفلحبايب مساء الخير لأصدقائي أصدقاء سمع أهل الذوق وأهل السمع حبيبي اليوم بدي أحكي عن فنان أنا بنظري كبير لأنه يحمل صوت قادر قالع صويت يعني ما شاء الله يبلش بالبريتون هو طالع كونترالتو تينور حتى يوصل عن نيزو سبرانو كتر مكان في عنده ارتفاع بهذا الصوت هذا الفنان هو ابن مدينة حماه المدينة الجميلة مدينة حبيبي أنا بالذات لأهل وأصدقاء فيها كثر مدينة أب الفداء إنه الفنان الرائع الجميل والصديق الغالي مازن السفاف هاي دي الصورة أنا وياه بباريس عام 1985 في الشهر السابع بتموز تحديدا بالذات كنا عم نغني سوا أو تعرفنا على بعض طبعاً أنا وياه غنينا مع المرحوم عصام رجي غنينا مع المرحوم فهد بلان لأنه هدول بيجيبون النجوم مثلاً خمسة أيام أو أسبوع أنه بيأخذوا مبالغ أنا دروشان مازن أعلى شوي فلان أعلى شوي إنا خلقناكم درجات يعني بتذكر أنا كنت أقل شي فيهم جيت جديد هني إلهم مكاني أسبق وأشهر يعني مازن الأخ مازن اللي عم يحكي عنه طبعاً كان معروف بفرنسا ومطلوب شاب حلو صوت حلو النجوم هدوليك أعلى معروفين في العالم العربي فمازن لهلا بتذكر أنا غني قبل مازن كان تطلع مطربة تقول هيك شوي تطلع راقصة بيطلع وسين فريد بيطلع مازن طلع واحد بيقدم هيك ميكات أو شي بيطلع الفيديو طبعاً قبل الفيديو بيطلع مازن مازن صويد صوت في شغلات بصوته بتذكرني بالعظيم صباح فخري هالتي نور هادا الراقي فوق وشياكته وطيب مازن حبيب قلبي هاي الصورة الذكرى كتير بعتز فيها لهلا من الخمسة واثمانين ولو مضى الزمن علينا ويمكن يكون ما أخد حقه رغم بحما بيحبه كتير ومرة حكي لي عنه العظيم رحمه الله المطرب والملحن الكبير نجيب السراج قال لي ايه وسيم عمنا صوت من حمام قال لي صوت صباح فخري بيحبه صوتك من من لون صباح فخري ما دحو أنا لسه ما كنت بعرفه هذي قبل الخمسة واثمانين كنت رايج جديدة أنا ما غني بالشام وصرنا نتحدثه منين انت وكذا وشرح لي بعدها حتى لتوله ما زين توله بيحبك نجيب السراج ويمكن قال لي قال لي بدي أرجع بها الرجعة في مشروع يمكن أعمل ألحان من عنده كمان صار هذا الحديث اليوم هالذكريات الجميلة اللي عم نحكيها الحلوة لأنه دائماً مثل ما قال أحمد رامي على ألحان الصنباطي والصوت أمك لسوم كيف أنسى ذكرياتي وهي أحلام حياتي إنها صورة أيامي على مرآتي ذاتي يا سلام الكلمة الجميلة بتعيش بتعيش أكتر منك أيها الإنسان بالملايين السنين أكبر دليل عندي كتاب اسمه يتيمة الدهر فيها أبيات وأشعار ممعرف مين أصحابه اسمه يتيمة الدهر يتيمة الدهر أبيات وأشعار قديمة لم نعرف مين أصحابها لذلك سميت اليتيمة تصوره وقديش الكلمة بتعيش وقديش اللحن الجميل بيعيش والصوت الجميل بيعيش أيضا لكن اللحن بيظل أقوى لأنه كتير في ناس بتغير بتغير في ناس بيعشاء الكلمة برجع بلحنة من تاني ما بيقول هاي لازم تتلحم بهالطريقة وفي ناس بيظل اللحنة العظيمة يعني أنا بنظر الأطلال إذا بتعيش مليون سنة ما حدا فيه لحن أحلى من الأطلال إلا الصنباط الربيع لفريد إذا بتجي الكرة القضية ما حدا بيعرف يعمل الربيع مثل ما عمله فريد تشوفوا هذول الأساطين اللي يدخلوا التاريخ كذلك عبد الوهاب وأمثال هنا فاليوم يا حبايب هالذكرى الجميلة أول شيء تحييط حب من قلبي لأخي مازن لذكرياتنا الجميلة إن شاء الله أخي مازن أرجو أنك تكون بصحة جيدة بعون الله وكمان تحييط حب من قناتنا الجميلة إلى مدينتنا الجميلة مدينة العطاء حماه هذه البلد الجميل لفيها أصدقاء قصور من جميع أنواع البشر لكم كل الحب وإلى الخير واللقاء الأجمل إن شاء الله والذكريات اللي ما فينا ننساها أنتم الزكرة الحلوة لدائما في عقولنا وما بتنتسى بعون الله لكم حبي وإلى اللقاء في حلقات أجمل وأجمل معكم إن شاء الله شكرا